فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات الاقتصادية على قيادات في مجلس الشورى للحزب اللبناني المدعوم من إيران وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن العقوبات تهدف إلى تقويض نشاطات حزب الله ونشاطات إيران في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة كما تأتي العقوبات في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب وتبعت أن الدول السبع الأعضاء قررت فرض عقوبات اقتصادية على حسن نصر الله ونعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين الخليل وابراهيم الأمين السيد